السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتكم نايمة أشري نبدأ هذه الوصفة بالصلاة على الرسول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما تنسوش الصلاة على الرسول القسم معكم هذه الوصفة لابنة الوصفة غزالة بزف طلب منك حاجة وحدة أنك من لديها هذه الوصفة هذه تدعم عيه بالشفاء فقط حاجة وحدة لطلب منك أنك تدعم عيه بالشفاء وصفة غزالة بزفالة هذه الوصفة عشاق الوصفات الطبيعية كتعالجنا إن الشعر دينا ما كيفقاش يتساقط كتبالي في راحة زوينة بزف وفي نفس الوقت كتعطينا صبغة طبيعية غنقسم معكم اللي بنات صبغة طبيعية وكتخلينا رائحة زوينة بزف الشعر أول مكون غنقنا في هذه الوصفة اللي هو البابونج أو الظهرة كله وش ما يسميها درت جوج مع القكبار البنات ديال البابونج والزهرة درت جوج مع القكبار ديال الخزامة خزامة البنات درت جوج مع القكبار ديال أزير أو لأكلي الجبل كله وش ما يسميه هنا هاد الكمية هادي كما كتشوفوا معي غد ندفليها كأس كبير ديال الماء الساخن هاد الكمية اللي كتشوفوا هي اللي غنستعمل الشعر ديالي راهها غزالة البنات قلت نصبت الوصفة هادي قلت قارن قسمها مع البنات لإننا كينين بزف ديال البنات اللي محلي ما كقدوش يصبوا الشعر ديالهم بصباغة وغير أنني ما كان نصحكها بعدك الصباغة اللي كان نشيروا على براء لإننا كتخلي الشيب أنه يهيج يعني فاطمة كون عندك غشي شوية ديال الشيب مع الوقت كتلقي الشعر ديال كل عامر شيف فلهذا أنا كان نصحكم أنكم تبعدوا عليها وتلتجوا الوصفات الطبيعية هاد الخلطة اللي بنات درت لها كأس كبير ديال الماء سخون كأس كبير ديال الماء سخون هاد ندروه يغلي واحد للمدة ديال خمسة ديال دقايق حتى يغليه مزيان ونخليه ندفعه ونخلي واحد شوية دو زدبا الخلطة ديالنا الساب غا ديالنا لغزالة طب المكونات اللي غادي نصبغو بيهم الشعر ديالنا عنا جوج معلقة كبار ديال الكاركادي مطحونين أنا أخذيتهم وطحنتهم ضفت عليهم جوج معلقة كبار ديال الكاكاو الكاكاو الدور دياله أنه يرتب الشعر كي يناحمه ضرت معلقة ديال القهوة سريعة دوبان ضفت معلقة ديال قشور ارنمان اللي هو مطحون البنات ومغربل ضفت معلقة كبيرة ديال قشور ارنمان مطحون ومغربل غادي نضيف واحد شوية ديال الكار الفاسي البنات كان أكدها للوصفة هذي ضروري ملع كار الفاسي وخصوصا السيدات اللي عندهم الشيب أنا هنا درت ربع معلقة فقط واني الناس اللي عندهم الشيب كتير فكانت تحكم انكو تكتروا تكتروا منه على الاقل نص ديال معلقة صغيرة او لا محتى معلقة صغيرة ضروري فهذا الوصفة كان أكد عليها البنات كان أكد عليها كيعطي واحد تغطية زوينة بزاف للشيب كيعطي واحد اللوين غامق بالنسبة لما كانش العكار الفاسي رغم ممكن انكم متحصلوش على اللون المحبوب واضطروا انكم تعيدوا الوصفة عدة مرات بالنسبة لهذا الوصفة هذي غا نحتاج معلقة صغيرة ديال الحنة كما شفتوا معايا نارا ما درتاش كلها معلقة صغيرة ديال الحنة هذي نخلط هذي المكونات مزيان حتى كما تفقاش لنا مكورة العكار الفاسي مع داك القشور رمان مع الغبرات الشوكولات والقهوة والحنة والكركا دي نخلطهم مزيان ونضيفوا هنا يا الزيود ضروري انكم تديروا زيود اللي نترتب لكم الشعر ديالكم اللي تغدي الشعر باش الوصفة ما تنشفش لنا الشعر ديالنا اكتر خصوصا السيدات للشعر ديالهم ناشوف لهم فانا كنسحكم انكم تديروا زيود او لا اصفر ديال البيض بلسم جوج معلقة ديال البلسم هذو كلهم مغديين وكيساعدوا ان الشعر ما ينشفش لنا بسرعة بالنسبة للزيت البنات هذو اللي كان قسم معاكم هذو اللي كتشوفو فهو زيت ديال سانوج سانوج كنشدو وكنتحنو مزيان حتى كيولي ناعم وكنضيف عليه الزيت وكنخليف واحد القرعة مكان مظلم مدة ديال العشرية كنشق بيال الشعر ديالي كنسح بيال البنات راه يغزل بزف وخصوصا انه سهل ممكن انكم تديروه في اي وقتة اظن ان انا ديال الوصفاتي قسم معاكم مش حال من المرة ديال سانوج وزيت كنشق بيال الشعر ديالي كترطب الشعر كتغضي الشعر ستعطي معا المتغطية للشعيب كتسبغ حتى الشعيب كتسبغه ان احنا كنعرفو ان السانوج ولا الحبة السوداء فراهية اه المادة ديالها معا المداومة كتسبغ الشعيب البنات وغير الزيت اللي فيها الطبيعية فاغزالة بزف قلت لكم مرة البنات راه كترتب الشعر كنديرالية والبنات راه غزالة بزف كنسحكم بيها وخصوصا مفاتيش رائحة كريهة بالنسبة للزيت انا هنستعمل معلقة ديال عذاك الزيت ديال السانوج سنخلط بعض الوصفة هذه كما قلت لكم انتم البنات ضروري انكم تدروا زيوز مع القادية الزيت العادية اللي كترطبوا بها الشعر ديالكم ممكن انكم تدفوا جوج اصفر ديال بيضاء جوج معا القكبار ديال البلسم خصوصا ان هذه المكونات اللي درنا قشور رمان كينشف الشعر فليهذا مثل اللي كينشف لهم الشعر ديالهم ماينساش انهم يضيفوا زيوز ده بغادي ندوزوا الخلطة ديالنا اللي خليناها تغلي اكتر من خمسة ديال الدقائق حتى غلت ليهم زيان وتلقت لي ذاك اللوين والمالفع ديالها غادي نصفيها وغادي نخلي النص ديالها غادي نغسل بيشعر ديالهم من بعد النص غادي نخلطو بهاد الخلطو الخلطة ديالنا السبغة ديالنا طبيعية بالنسبة للبنات ارى الوصفة درت النص يعني اخوتي كاس وخليته يغلي خليتهم يغلي ومن بعد من اللي يغلوا قسمتها لنص النص غادي نخلط بهاد السبغة ديالي والنص من اللي غادي نغسل الشعر ديالي غنشلو به فلهذا ما دلتاش كلها وبالنسبة للطريقة كنخوب شوية بشوية كنخوب شوية بشو كنحرقو ما تديروش بحالي انا يا اخوتي بدقة واحدة حتى انا عارفها القياس دك شي علاش فلهذا دوم اخوب شوية بشوية باش ما تجيكمش الخلطة خفيفة حيث لجهازكم خفيفة ما غاديش تدلكم في شعر ديالكم آآ غادي تبقى تسيح لكم على شعر ديالكم تنزلكم على العينيكم على وجهكم فلهذا خليوها شوية قصحة خلطو هاد المكونات تحت الضوب لنا ديك الحنار مع داك الكاركا دي خصوصا الكاركا دي كتفاعل بسه مع الم الساخن ولهذا اللي بناس ديك الخلطة كتطفو عليها من آآ البوتاكاس خلطو بها السبغة ديالكم خلطو بها السبغة ديالكم وحرقو مزيان باش حكا ذاك الكاركا دي كما كتشوفوا معانا كنخلطوه كيطلق ذاك اللون كيطلق واحد اللون زوين بزف كيطلق اللون الغزال الكاركا دي مع الحنار مع العكر الفاسي كعتو بواحد السبغة غزالة بزف البنات جربوا هاد الوصفة هاده جربوا لف stat can private access to succeed. سبع سوعة ومن بعد غسله البنات راه كتطيت لرHayon800 تحتين لون غزال بزف كتطحتين لون طب فنة بزف طريقة ساهلة بزف بالنسبة للخلطة هد القياس اللي اعتيتكم البنات رppe درو علي قياس ديال الشعر ديالي فلهذا كل واحد يدر الخلطة على الشعر دياله على القياس ديال الشعر ديالي نشط المناسبة للشعر لكم طويل بالdzفающ وكتفر ما غدا يشت قديكم في شعر ديالكم فلهذا ضوبلوها او لا حاولوا انكم تديروا الكيمية اللي غاريت قد الشعر ديالكم كل اخت طبي دل حال دل قياس ديال الشعر ديالها هي عارفة فقط انا هنا عطيتكم غير طريقة والوصفة والمكونات اللي نحتاجه للسبغة ديال الشعر ديالنا لبنا تجربوها لبنا تجربوها ودعوه معايا ادعوه معاكتكم بالشيفاء غير نحتاجوها نجربوها جوج للمرات في الاسبوع جوج للمرات في الاسبوع فقط كتعطيه واحد اللون غزال بزف اللون طب هذك اللون اللي كتشوفوه في ازلفة هو اللي كان حصلو عليه في الشعر ديالناره فنة فنة بزف بالنسبة لاتك الخلطة اللي خليتها ديال البابونج او للزهرة او للاكلي الجبل والخزامة فانا من لي كان نصل الشعر ديالي من لي كان دير هذي الخلطة ونخليها المدة تستج سوية تسبع سوية ونخصل الشعر ديالي كانشلل به كانخويه في واحد الغرف ونزيد عليه شي شوية ديال الماء نخففها ومن بعد نخليها هي اخر تشليلة كتبق واحد ريحة زوينة بزف الشعر لها ريحة ديال الخزامة مع ريحة ديال اكلي الجبل طحفة يعني واعرة مع البابونج احنا كنعرفوا انه اصلا البابونج اللي يجهون للزهرة كتفتح الشعر يعني كتفتح شعر واكل الجبل له ويطول ويقوي الشعر ويعلى هبة ثقافها فهو يغمق اصلا الشيب يعني الناس اللي ان لهأتهше الغمقوا ضروري اللي بناات نأكد عليها ونعود نأكد عليها ونعود ان الكد ب moderة له ان هاد الخلطة هذي محتاجة اه محتاجة محتاجة ضروري وضروري ان كون من يتجذر بها وابغيتو تغطيه للشيب لا تقلو لها. فأنا هنا كن مسحكم انكم تخلطوا معها عاكر الفاسي. راح كيعطي واحد اللون غزالة للبنت. انا بتجربة ديالي كن نقولها هون عابد نقولها ضروري تديروا عاكر الفاسي لما تدرتوش عاكر الفاسي. فانتم مضطرين انكم تكرروا الوصفة عدة مرات باشتعتكم واحد تغطية شيب. واحد تغطية شيب اللون البني. فلهذا اللبنت شرول عاكر الفاسي. راح موجود التامان ديالو مناسب. غير تأكدوا من الجودة ديالو. وديروا واحد معلقة صغيرة. حتى النص معلقة صغ صغيرة اللي عندكم الشيب بزاف. وخلطوهم عادي الوصفة هذه. وديروا على الشعر تيالكم. وتفكروني على البنت. تفكروني بالدعاء. كانت منى ان هذه الوصفة هذه تشوفكم بزاف. نسيت ما قلت لكم البنت. سبقا نختم الفيديو. نسيت ما قلت لكم بي نرى هاد الوصفة من اللي خلطها. مزيان. ضفت لها. معلقة صغيرة تيال خلط تفح. آآ خلط تفح. ها اخر حاجة هو خلط تفح. كان ديروا على شكي تبت اللون في الشرار فقط. بالنسبة الوصفة على البنت كنت لكم ما تكونش خفيفة. ما تكونش خفيفة. إلاجة تكون خفيفة لبنت. زيدوا. عاو تاني زيدوا هاداك الكاركادي. تحنوا في الطحانة وزيدوا خلطوهم عاها. راه كيعت احتوى اللون غزال بزاف غير ما تكتروش من الحنان الحنان. معلقة صغيرة كافية. بالنسبة لي انا معلقة صغيرة كافية. يعني ممكن نديروا معلقة صغيرة ونصف ممكن للشعر ديالنا قوي وكتيف. ممكن نديروا معلقة كبيرة. يعني ما نكتروش. لبنت ندوم على هذا الوصفة دي جوج مرات في السيمانة جوج مرات في السيمانة وتفكر اختكم في الدعاء. يلا غالبنات. هنخليكم في رعاية الرحمن. والى فيديو قادم بإذن الله. يا رب الفيديو لقاكم بصحاب زيانا وباحسن الاحوال يا رب.